التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ثم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام العضويته اعتبارا من يناير 2024 وعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاعتزاد بثقة دول التجمع التي تربطنا بها علاقات وثيقة مبديا تطلوه للتعاون والتنصيق معها خلال الفترة المقبلة وكذلك مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي وأكد رئيس السيسي ضرورة العمل على إعلاء صوت دول جنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع بريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة والتي عقدت في إطار صيغة بريكس بلاس وخلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة التكتل والمعاقة في جوهسنبرغ رحب مدبولي بالخطوة التي أقرها تجمع بريكس باتجاه توسيع عضويته معربا عن تطلع مصر لأن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا داخل بريكس الإسهام في جهوده الرامية لإيجاد حلول للتحديات التي تعاني منها الدول وخلال طرحه رؤية مصر بشأن المجالات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة الرهنة شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكتيف الجهود المشتركة للتعامل مع أزمة الغذاء وتبعاتها وأعلن مدبولي استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الناجر أنها أجازت لجيشي الجارتين بوركينافاسو ومالي التدخل في البلاد حالة تعرضت لعمل عسكري خارجي جاء هذا الإعلان في ختم زيارة وزيرة خارجية بوركينافاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب إلى نيامي ولقائهما مع قائد المجموعة العسكرية عبد الرحمن تياني أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي بوجود صعوبات أمام بلاده في مسألة الاتفاق مع الغرب حول توريد دفعة إضافية من منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت ووصف زلنسكي نظام الدفاع الجوي باتريوت وكذلك أنظمة ناسماسو عن نظام الدفاع الجوي الألماني بأنها أفضل منظومات للدفاع الجوي المتاحة لأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في الساعة الأولى من صباح اليوم وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة فيما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية وتحطمت دون أن تصل إلى أهدافها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة ستبدأ في أكتوبر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات F-16 المقاتلة وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريدر أن التدريب سيبدأ بعد طلق الطيارين الأوكرانيين تدريباً على اللغة الإنجليزية في سبتمبر مضيفاً أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيقوم في ولاية أريزونا أعلن البيت الأبيض أن الأصول الروسية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا تعوضات لأوكرانيا عن الأضرار التي لاحقت بها من جراء الأزمة ودعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سيليفن ونطرائه من الدول الأربعة إلى البيت الأبيض حيث قالت الإدارة الأمريكية في بيان إن المستشارين أكدوا أن الأصول السيادية لروسيا في الولايات القضائية لبلدانهم ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا حث مجلس الموثوقية الكهربائية في تيكساس الأمريكية 26 مليون مواطن على ضرورة الحفاظ على الكهرباء بسبب الاحتمال الكبير للدخول في عمليات الطوارئ نتيجة الطلب المتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي تتعرض لها البلاد وكان من المتوقع انخفاض احتياطات الطاقة في ولاية تيكساس مما دفع إلى إطلاق نداء للحفاظ على الطاقة وذكرت سلطات الولاية أن شبكة الكهرباء لا تمر بظروف طريقة في الوقت الحالي لكن التوقعات تظهر احتمالية كبيرة للدخول في عمليات الطوارئ بسبب انخفاض توليد طاقة الرياح المتوقع وارتفاع الطلب وأيضا ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت كوريا الشمالية فشل محاولتها الثانية في غضون ثلاثة أشهر لإطلاق قمر صناعي متعهدة بمحاولة جديدة في أكتوبر المقبل وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الإطلاق فشل بسبب خطأ في نظام التشغيل الطارئ خلال المرحلة الثالثة مشيرة إلى أن سبب الحادث ليس مشكلة رئيسية وعلى جانب آخر أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزراء خارجيات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أدانوا المحاولة الكوريا الشمالية بسبب مواصفوه باستخدام بيونج يونج لتكنولوجيا صواريخ باليستية محظورة في هذه المحاولة اشتركوا في القناة